ماذا تكلمني عن إنشاء الإستاد الجديد دبعاً ده يعني مشروع ضخم جداً جداً هيحتاج تمويل كبير قوي من أين التمويل؟ لا أهو بصي أنا مش شغلية التمويل لكن لكن حضرتك عندك فكرة يعني لا ما عنديش فكرة عن التمويل إحنا اللي حصل لدت إن إحنا جبنا مكتب ألماني ده متخصص في تصميم الإستادات في العالم كله حتى هم صمم تقريباً 8 إستادات من 12 إستاد اللي هم بيتعاملوا في قطر الوقت ده عمل لنا الرسم أو الديزاين المعماري للإستاد وملحقاته وعمل ملحقات الإستاد هتبقى أكاديمية كرة عشان نبتين خرج لعيبة كرة الصغيرين ويبتدي إذا كانوا يخدموا في النادي الأهلي ويبتدي يسوقهم بره يعني قسم الناشئين هاي طبعاً تبقى أكاديمية مبنى جنب الإستاد وهيبقى فيه متحف للنادي الأهلي يبقى دولاً من ثلاث مباني الإستاد والإستاد طعم بملحقاته بقى اللي هو كانوا شرحوها في المؤتمر المبدأي اللي من خلاله روحنا لشركة فرنساوي اللي عملت دراسة الجدوى جدوى المشروع وبعند فيه شركة تالتة اللي هي التمويل طبعاً مشروع ضخم جداً مش هتحق في يوم وليل يعني على الأقل عشان إن إحنا لو قدرنا نوصل لجميع الرسومات الهندسية التنفيذية بعد إن نمتغذي بترخيص والتصريح والكلام ده كله عايز أبقى على الأقل لأربع سنين يعني بمجرد فوز قاية المهانس محمود طهر هتبدأوا على طول في جازب أو مش جازب التمويل بقى هتبدأوا على طول في الترخيص والحاجات دي ماشي هتبدأوا تتبليه بدأنا على طول طبعاً ما ليه هنطلع على القرار الوزاري لأن المساحات اختلفت عن المساحات إحنا عندنا قرار وزاري بالاستاد في أرض الشيخ زايد هنتدي نعدله لأن المساحات زادت شوية نزبطه مع القرار الوزاري نبدأوا على طول في التصريح نبدأوا هما في التمويل ليه في ناس متخصصة